نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية أهلا بكم وجه محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جبر خليل العوائل التي تسكن في حوض نهر دجلة من الشرقات نزولا إلى سمراء بأخذ الحطط والحذر لوجود زيادة في إطلاقات منسوب مياه نهر دجلة وأشار محافظ صلاح الدين إلى أن من المتوقع أن تكون الزيادة في منسوب النهر أكثر من السابق لذا يتوجب على الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطرها ووجه الدكتور المهندس عمار جبر خليل بمراقبة مناسب المياه مع رؤساء الوحدات الإدارية وإنذارهم بشكل فوري وقبل وصول الموجهة الفيضانية إلى مناطقهم بما يسهم في حفظ أرواح وممتلكات المواطنين